موسيقى وجه البيت الأبيض تحذيرا إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يامين نتنياهو حول مزاعمه أن مفتي القدس أمين الحسيني حرض أدولف هاتلة هتلر على ارتكاب المحرقة اليهودية في ألمانيا المتحدث باسم البيت الأبيض إيريك شولتز أكد على أهمية منع الخطاب والاتهامات والأفعال الاستفزازية من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي والتي من الممكن أن تغذي العنف مبينا أن البيت الأبيض ليس لديه شك حول مسؤولية المحرقة التي أودت بحياة ستة ملايين يهودي وقام بها النازي هتلر اشتركوا في القناة